رح احرض ناخد هاي المعادلة اللي هي VS يتساوي IA RA زائد V back EMF وفي عندي K رح احط constant K constant هذا بعتمد على dimensions تبعت المحرك و بعتمد على أشياء أخرى في المحرك و رح افترض انه الوحدة تبعت K هي VOLTS راحت شوفوا ليش فK هو constant وبعتمد على قيمة أو خلينا عشان ما ألخمكم خلينا اترك هلا هذا شوي بعدين بنرجع له خلينا افترض انه اوكي هي constant بساوي VOLTS per radian per second هذا constant بعتمد على dimensions تبعت المحرك يعني بعتمد على عدد ال conductors الموهدين بعتمد على طول بعتمد على طول هذا ال conductor بعتمد على ال flux اللي موجود في هذا السيستم أوكي هذا constant مهم و خلينا نرجع نتطلع الان على ال DC motor رح ناخد هذا هيك و في عندي IA مرة من IA و في V back يام هلا اتطلع على هذا المحرك ال ideal موجودهن طلعت منه RA ايش ال power اللي داخلي عليه IA 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 مش هيك واضح وحدتها watts اذا ال power اللي داخلي على هذا ال ideal من هون بتساوي IA في V back EMF في بعض كلهم بتسميها VA طيب وهذا لو احملت الفريكشن اللي طالع منه ايش الميكانيكال باور اللي طالع من هذا السيستم رح تكون التورك لا ميكانيكلي التورك رح تقول رح اسميها التورك اندوز مضروب في ايش في اوميغا ازبوط ولو احملت الفريكشن هلا للحظة هاي الكمية مفروض انها مساوية لهاي الكمية اللوص ازراحت في الرزيستر هذا من هون اذا عندي يعني لو احملت الفريكشن فريكشن تي اندوزد في اوميغا بتساوي IA في V back EMF تضبوط هلا صار عندي من هو لو اخدت هاي المعادلة حطيت تي اندوزد بساوي IA في V EMF على اوميغا طلعوا هاي المعادلة احنا قلنا التورك بتناسب مع ايش؟ مع IA هاي الكمانتية من هون رح اسميه K فK بتساوي V EMF على اوميغا او V EMF بساوي K في اوميغا هاي المعادلة التانية وهذا محلو رح احط هون كمان هلا طلع على هاي المعادلة ايش هاي المعادلة بتقول التورك اللي بطلع عندي من هذا المحرك شو بساوي؟ بساوي مضروب في constant ال constant هذا باعتمد على اشياء موجودة في المحرك الطول تبعه هاي بس كلها constant والباك ام اف بساوي K في اوميغا و اوميغا اللي هي سرعة الدولان المحرك طبعا هذا كله بفترض انه في constant ايش كانت وحدة K هل هذا صحيح من هون؟ انه وحدة V طلع هون ايش وحدة V لازم تكون؟ ايش وحدة اوميغا؟ اذا ضلبت ضربتها في ضربتها في رح تشتب ايش بضل عندي؟ اصعب وين اثبتها؟ ها ها قلينا اثبت هاي التانية انها فعلا وحداتك سايا فاحنا منقول ان التورك بساوي T بساوي IA معروفة وحدتها مطير مضبوط K وحدتها مصبوط. السؤال هون هل هاي بتساوي نيوتون ميتر. مصبوط مش هيك اللي بنا نثبته. ايه في في ايش وحدتها؟ واط. والواط هي عبارة عن ايش؟ جول مصبوط. فبتسير هادي جول مصبوط. هلا هاي راديانز مصبوط بس تحت الماينس ها؟ هلا الراديان بقدر اتخلص منه بعتبره دايمانشن لس. مصبوط ماينس وان ماينس وان شو بعطيني؟ واحد عادي. سكن فهاي بتشطط مع هاي. دايمانشن اللي مش الجول هي نفسها وحدة النيوتون ميتر. إذن هاي دايمانشن اللي صحيح. إذن هاي صارت عندي المعادلة المعادلتين الأساسيتين هي نفس الكي. الكي هاي بتعتمد على الدزاين تبعة مهرب. خلينا نحب هذول المعادلات كلهم هون. صار عندي تي بتساوي كي في اي اي. في باك ام اف بتساوي كي في اوميغا. وبعدين عندي بساوي بساوي اي 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 ار اي. اي اي ار اي زائد في باك يام اف. هذولهم الثلاث معادلات الأساسية من هون. طبعا هاي كلها بتفترض انه. الفايف او الاكسايتاشن هون. في هادا المحرق كونستانت. اذا هبتتو اعطيني كي اللي بستعملها في المعادلة. خلف Vadلنيوي. موسيقى